مرة أخرى عاود وزراء الدول السبعة المؤسسين لمنتدى غاز شرق المتوسط اجتماعهم في القاهرة الوزراء المشاركون اتفقوا على إنشاء لجنة استشارية لصناعة الغاز وتطوير محاول البنية التحتية له إضافة إلى ضروة الارتقاء بالمنتدى حتى يصبح منظمة دولية فيه لجان استشارية من القطاع الخاص ومن الشركات المستقلة أنها تنضم إلينا بحيث أنه يبقى في عندنا اجتماع وزاري وعندنا يبقى في سكرتاري عامة وكمان يبقى في مجلس تنفيذي لهذا الفورم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والاتحاد الأوروبي شاركوا في الاجتماع بصفة مراقب للوقوف على كيفية الاستفادة من هذا المنتدى في ظل الاكتشافات الكبيرة للغاز التي بدأت تظهر في شرق المتوسط ندعم هذه الخطوة وهذا المنتدى بالتأكيد سيكون مفيدا للجميع نحن هنا للتعرف على ما سيتيحه من فرص للدول الأوروبية ودول المنطقة في قطاع الطاقة ونحن سعداء بهذه الشركة ومنذ أن وقعت مصر في سبتمبر الماضي اتفاقا مع قبرس لنقل غاز حقل أفروديت إلى مصانع الإسالة في مصر والدولتان تعملان على توسيع حجم التعاون بينهما هذا التعاون بين مصر وقبرس امتد إلى العديد من الدول ولدينا ما يمكن أن يقيم شراكة اتصادية حقيقية في مجال الغاز وخصوصا بعد الاكتشافات الأخيرة المشتركة بيننا وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزا إقليمي للطاقة وذلك بما لديها من إمكانيات وبنية تحتية تؤهلها لأن تحتل موقع متميزا على خليطة الطاقة العالمية هي إذن اجتماعة مكثفة بين دول شرق المتوسط يأمل الجميع أن تسفر عن اتفاقيات حقيقية تزيد من الشراكة في قطاع الغاز بين حكومات هذه الدول أحمد مصطفى الغد القاهرة ترجمة نانسي قنقر